السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في دروس جديدة لمادة اللغة الإنجليزية المنهاج العراقي للصف الثاني متوسط تشمل الأسئلة والأجوبة لكتاب الطالب وكتاب التمارين إليكم التمارين التالية صف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية Activity Book Page 18 كتاب النشاط صفحة 18 Exercise A صيغة السؤال Read page 17 of your students book and answer these questions أقرأ الصفحة 17 من كتاب الطالب وأجب على هذه الأسئلة لماذا اللياقة البدنية مهمة كيف يمكنك الحصول على لياقتك الأشخاص الذين لا يمتلكون لياقة بدنية لا يمكنهم الاستمتاع بالحياة 3- Get tired out of breath 4- You can get it 5- Football Basketball 5- Netball 5- Swimming 6- Cycling 6- Walking 6- Number six يكون الاختيار 6- Which words 7- Which words in the text mean the following أي الكلمات في النص تعني الات 7- Number A 8- Often غالبا يكون الجواب 8- Regularly 9- Number B 8- Able to do things like running and playing games easily يستطيع عمل الأشياء مثل الركض واللعب الألعاب بسهولة 8- Number B Fit 9- Number C Opposite of Fit معاكس اللياقة يكون اختيار C 9- Number D 9- Kinds 9- Kinds 9- Kinds 10- Anواع 10- Forms 10- Anواع صف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية Activity Book Page 19 كتاب النشاط صفحة 19 Exercise B Come leave these sentences to give advice to the boys on page 17 of your students book أكمل هذه الجمل لتقديم النصائح للأولاد في الصفحة 17 من كتاب الطالب الخاص بك صف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 19 كتاب النشاط صفحة 19 exercise C تمرين C write these sentences again using should or shouldn't أكتب هذه الجمل مرة أخرى باستخدام يجب أو لا يجب number one you shouldn't let children play with much يجب أن لا تدع لأطفال يلعبون بالثقاف number two you should use zebra crossing when you cross the road يجب عليك استخدام الطريق المتعرج عند عبور الطريق number three you shouldn't cycle on the wrong side of the road لا يجب عليك ركوب الدراجة على الجانب الخطأ من الطريق number four you should keep medicine out of reach of children يجب أن تحافظ على الدواء بعيدا عن متناول أطفال الصف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 19 كتاب النشاط صفحة 19 exercise D تمرين D يكون الأجوبة ask and answer اسأل وأجب يكون number one الأسئلة والأجوبة how often do you walk upstairs كم مرة تمشي في الطابق العلوي how often do you eat fruit كم مرة كنت تأكل الفاكهة الصف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 20 كتاب النشاط صفحة 20 exercise A تمرين A come lead the spider diagram with the words in the book أكمل مخطط العنكبوت بالكلمات الموجودة في المربع فتكون الأجوبة very good for you apple cucumber lettuce strawberries water الأشياء الجيدة جدا لك التفاح الخيار الخس والفراولة والماء not so good for you ليس جيدة بالنسبة لك biscuits البسكوي burger البرجر cook فحم cook وكريس رقائق البطاطس وشقر السكر الصف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 21 كتاب النشاط صفحة 21 exercise B تمرين B صيغة السؤال answer these questions about the reports on page 18 on your students book write short answers أجب عن هذه الأسئلة حول التقرير في الصفحة 18 كتاب الطالب الخاص بك وأكتب إجابات قصيرة number one which things are very good for us ما الأشياء الجيدة جدا بالنسبة لنا number two فيكون الجواب fish السمك fruit fish and water والخضروات والماء number two what should we not eat too much of ما الذي يجب أن لا نأكل منه كثيرا فيكون الجواب meat and cheese اللحم والجبن number three which three things should we be careful about من الأشياء الثلاثة التي يجب أن التوخل حذر بشأنها فيكون الجواب four الأشياء التي تحتوي على السمن والسلت والشقر والملح والسكر number four why was the food in ليلة's bag not very healthy لماذا لم يكن الطعام في حقيبة ليلة صحي جدا فيكون الجواب أي اختيارات crisps أي بشوكلت بارز و سي كولا فيكون الجواب أي crisps have too much fat and salts المكسرات تحتوي على السمن والأملاح number two بشوكلت بارز have too much fat and sugar قطع الشوكولاتة تحتوي على السمن الكثير والسكر والكولا has too much شقر والكولا تحتوي على سكر كثير صف الثاني متوسط المنهاج العراقي activity book page 21 كتاب نشاط صفحة 21 exercise c تمرين c صيغة السؤال write the phrases in the books before these words from the reports اكتب العبارات في المربع قبل هذه الكلمات من التقرير فتكتب أما too many too many too much or a few فالقواعد اللي نستخدمها we use too many and a few before count nouns نستخدم الكثير أو القليل قبل الأسماء المعدودة you use too much before non count nouns أنت تستخدم الكثير قبل الأسماء الغير معدودة فيكون الجواب number one too much meat or cheese too many biscuits sweets fries or crisps three a few biscuits sweets fries or crisps four too much cola five too many a few chocolate bars six too many or a few vegetables صف الثاني متوسط البنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 22 كتاب النشاط صفحة 22 exercise A تمرين A صيغة السؤال listen and write notes استمع وأكتب الملاحظات فتكون الأجوبة number one baked potato butter mixed salt fruit salt ice cream orange juice two burger fries chocolate cake ice cream cola صف الثاني متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثانية activity book page 22 كتاب النشاط صفحة 22 exercise B صيغة السؤال come lead the conversation with the words in the book أكمل المحادثات بالكلمات الموجودة في المربع فتكون الجواب are you alright جلال I've got a tooth egg my tooth really hurts oh I'm sorry you should go to you should go to the dentist what's the matter mom I have a headache my head really hurts oh dear shall I get you some balls and water yes please are you alright جلال I've got a tooth egg my tooth really hurts oh I'm sorry you should go to the dentist what's the matter mom I have a headache my head really hurts oh dear shall I get you some balls and water yes please please ولدعمنا لانتاج المزيد من المقاطع التعليمية يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة اشتركوا في القناة